السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم وعملين ايه? ان شاء الله يا رب كلكم تكونوا بخير. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى الاهله وصعبه اجمعين. مساء الورد والفل والياسمين. ان شاء الله هنعمل لنا عرضة صانية كيكة. المعدير بتاعتنا تلت بضات. كبات سكر. كبات لبن. ربع كبات زبادي. لو ما عندي كيلة زبادي هحطيهم كلهم لبن. يبقى كبات وربع لبن. كبات لربع زيت. معلقة صغيرة خل. اه رشة ملح. معلقة بيكم بودر. اه معلقة بانيليا. وحبة لوز متقطعة. انا عندي اللوز فهحطه. ما عنديكوش لوز ما تحطوهوش. يعني ده اختياري. المعدير اللبن لو ما عندي كيش الزبادي هحطي كبات وربع لبن. لو عندك زبادي هحطي ربع كبات زبادي وكبات لبن. وكبات لربع زيت. وكبات سكر. ومعلقة اه خميرة ليه الخميرة زي اخواتنا في المغرب ما بقولوا عليها الخميرة الحلوة. وكباتين ونص دقيق. وهنحط دلوقتي ما عنديكيش عجانة. اعملي في المضرب. اعملي في الخلاط. انا بس باستخدم العجانة عشان ايدي وكبس بيوجعوني. فما بقدرش اه امسك حاجة في ايدي كتير. هنحطها قط تلات بضات اول حاجة. اول حاجة هنحطها. ورشة الملح. او مع او كبات سكر. لو انت بتحب السكر اكتر حطي كباية وربع او كباية ونص. لما مش عافزة سكر كتير هي كباية واحدة. ودي معلقات الخل اللي بتتدلق من ايدي دي. او معلقات الفانيليا نحط فانيليا سايلة عشان كده غمقة. هنضربهم بقى سوا على اعلى سرعة في بتاع دي في العجانة. او بالمضرب الكهربائي والخلاط تبضل تشغليهم حبة كده بتاع تلات اربعة دقيق. لحد ما يبقى لونهم بيدين وعملين زي الكريمة. اه نبدل نضرب فيهم وبعدين هنحط ايه بقية المعادير. او المعادير زي ما قلت لكم كبايتين ونص دقيق. للي ما اسمعش المعادير. وهكتب لكم المعادير ان شاء الله في صندوق الوصف. هتضرب فيهم شوية كده حلوين علشان ايه الكيكة ان شاء الله تطلع حلوة. انا عملت الفيديو قبل ده. على كاب كيك او موفن. والطلع جميل واول مرة اعمله في حياتي. والله والله حلو اوي 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 هوره لكم. بس للأسف الفيديو جيت هنزله. اعمل ادور على الفيديو. الفيديو اتماسح من على التليفون النهائي. لكن حد يجي ومسحوا. ولا السور ولا الفيديو موجودين. مش عارفة فيه ايه. يلا الحمد لله على كل حال. هوره لكم هيعجبكم ان شاء الله. كان نفسي تشوفوه. كان يبقى حلوة قوي للحفلة عيد الميلاد للاطفال وتزوقوه. بس انا الصراحة مزوقتوش. انا عاملة الحلويات دي وبنسبة عيد ميلادي النهاردة. آآ علشان بقى ما فيش حد يعتفل معي. فقلت ايه اعمل اي حاجة وخلاص كده فرح بيها نفسي. يلا بقى انت قلولي بقى كل سنة وانا طيبة. اللي وصل معي الحد هنا. آآ هديتي. آآ تعملولي لقاك كتير 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 وكمانتات حلوة كده جميلة زي ايكم ولمش مشترك يشترك. علشان خاطر ايه قالتنا تكبر بيكم. آآ اهو قد البيض بالسكر بالخل وراشة آآ ملح والفانيليا. بيت الفانيليا انا بدلقها. حطيتهم اهم دربناهم شوية حلوين كده بتاع خمس دقيق. وانحط كبات اللبن. آآ وانحط رجع مع رجع كبات زبادي. دي اللي ما عندوه زبادي حطي لبن. والحاجات دي تطلعيها من قبلها بساعة بساعتين وتخرجيها من الثلاجة تسبيها بره. عشان تدفع. هنشغل هنشغلها تاني. ونحط ايه الزيت? حبة حبة. الزيت ده وبال ربح. حبة حبة. وقبل ما وقبل ما نحضر اي حاجة نشغل فرن بتجازع على مية وتمانين. تسبيه شغال عشان يسخن آآ والنتيجة تطلع حلوة ان شاء الله. وتقعدها في فرن بتجاز يعني من آآ نص ساعة من خمسة وتلاتين دقيقة آآ خمسة واربعين دقيقة. وما تفتحيش عليها لما تشوفيها من بره اللي هي ايه? اترفعت وبقت آآ من الجنابة اتحمارت. او رحيتها تطلع. يعني بتفتحيش عليها بعد آآ بعد نص ساعة. علشان لما تفتح عليها الفتح مش كويس. ودي الدقيقة اهو حطينا الكبيتين ونص. وهنحط معهم كبشة لوز. كبشة او كبشتين. ده لو عندك ما عندكش متحطيش. هو مش آآ اجباري ده اختياري. بس هنشغلهم شاية شوية. وبعد كده نحط معلقة البيكن باودر. البيكن باودر بتحطيه في الاخر بتخليها منفوشة وجميلة. دي معلومة انا لسه عارفها جديدة. يعني حبيت اعرفها لكم. بس هو هنحطينا هاي المعلقة دي المعلقة البيكن باودر او خميرة آآ خميرة الخميرة الحلوة. زي اخواتنا المغربيين ما بيقولوا عليها. عندنا احنا بنقول عليه بيكن باودر. بس. هنحضر بقى ايه القالب او الثانية او المول زي ما كل واحد بيسميها. هنحطي كبشة تاني عشان لقيته مش باين. فاروحت احطيت ايه كبشة تاني. اه روح بغسي الاداية. عما اقوله انا رحت فين? ه 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 ه. اه هو بغسي الاداية. خلاص يا حاجة ما انت حطيتي. يلا زيادة الخر خرين. عشان ننزل ايه دي ايه اللي في الجنب. والله الموفين او الكاب كيك طالع جميل او 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 يزدد دايقت انا لما ملقتوش. فاضطرت اعمل الكيكة دي عشان اورها لكم. عشان نحتفل سوا. مش عارفة راح فين دوت. ايه لعجانة شغالة كده عليها. وهنتفي دلوقتي وهنجيب ايه او زي ما قلنا القالب او زي ما بتسموها. وانا ها لما تطلع من الفرن ان شاء الله او لما نفتح الفرن هوريها لكم. انا لسه كل ده وفتحتش عليها الفرن. هنجيب طبقة نحط فيه المضرب. علشان ايه من تهولش الدنيا حوالينا. اه والنملة والكلام ده كله. اهي الصينية هنا جبتها وعا ده هنتقى زيت وحطت لها حبة ديه بس ديه شكله طلعبان عليه كتير. مش عارفة ايه السبب. وهنفضيها اهيه? شايفين شكله هي بتنزل? هي تقيلة شوية فهي الطريقة بتاعتها بتبقى كده. بس هنخبطها كده في الكيكة هي. الكيكة هي تلت من البوتاجاز. الكيكة هي طلعتها من الفرن. وهنشوفها ايه مع بعض. السكينة هي فاضية مفياش حاجة والكيكة هي. اهي بس سخنة. ودي الكاب كيك. او المفن اللي عملنا سوا. ودي ده القلبة سيليكون. اللي انا عملت بيه اللي هو الشوكولاتة. والله طلع جميل وحلو. يلا بقى الحمد لله على كل حال. انا اول مرة اعمل للصراحة الكاب كيك ده. دي الاوالب اللي انا عملت فيها الكاب كيك. هي دي. اول مرة استخدمها. ودي الكيكة ايه? هقلبها ووريها لكم. الكيكة ايه لما قلبناها? اهي. بس هي سخنة مش عاوزة اقلبها تاني عشان ايه متتكسرش. ودي اللي موفن او الكاب كيك. ودي الالب اللي انا كنت عاملة فيه اهو. كنت ده هناء. اه زيت ودقيق. ادي الكيكة هي بعد مقطعتها. بس هي لسه سخنة اوي مش قادرة حتى تمسكها. ودي اللوزة هو بين فيها. اهو. بس طرية. بس علشان انا عشان التصوير ما بقدرش ازبر على الحاجة لما تسأى. عشان ببعاوزة خلصة. ودي هي من قواها. قلولي باكم اللي سانو متوا طيبين باللايكات الكتير. انا عملت الكاب كيك دوت او الموفن زي ما بتسموه. وفجأت عشان هنزل الفيديو مش لقياه. ولا السور ولا الفيديو ولا اي حاجة. ما شاء الله. من تحت ومن فوق. يا رب. وديه من كوا. حس اللي هي غمو علي. اتفضة الحبة. فروحت جبت قالب سيليكون صغير كده. وحطت دي فيه. ادي ده من تحت. ودي من فوق. طرية هي وقعدة عاملت زي. بس ايش عايز اقطحها علشان اهم خليها اديها لحد. ودي اهي. لانا انا الصراحة شلتها وهي لسه ايه? وهي لسه سخنة. ففي منها اتلات هرست. وفي منها زي ما هي. ممكن تجيبي فرشة. وتدهنيها من فوق كده. بعسل او مربة او اي حاجة حلوة يعني. وترش عليها اي وترش عليها الحاجات اللي اتزوائي بيها بقى مكسرات تزوائي بيها اللي هي الفرمسيل ديت او الشوكولاتة مبشورة. تأمني فيها اي حاجة تلاقي حلوة.